ايا ايا بين راح الموت قصفا وجوعا وقع مدني الحديدة خصوصا سكان الجنوب منها فمع اشتداد المعارك تحولت العديد من المدن والقرى الى مناطق عسكرية وساحات مواجهة وحدهم المدنيون من يدفع ثمنها ثم تمأساة تشهدها مدينة الدريهم منذ بداية العملية العسكرية لتحريرها مطلع اغسطس الجاري معاناة مستمرة وجنائز وضحايا الغام هذا ما هو عليه الحال في مدينة تتمترس الميليشيا ببعض احيائها فيما تحاصر القوات المشتركة محيطها من ثلاث جهات ومن حين لاخر هي طال قصف مركبات ونقلات على انها اهداف عسكرية بينما هي في الحقيقة مجاميع نازحين غامروا بالخروج نجاة بحياتهم وحياة اطفالهم من جحيم الحرب اما مدينة حيس المحررة فلم يعرف اهلها الامان منذ تحريرها اذ لا يمر يوم دون ان تنطرها ميليشيا الحوثي بقضائف الهون والهاوزر تسبب ذلك في نزوح نحو 40% من سكانها فيما بقي اخرون يكابدون مرارة العيش فيها ستة اشهر والسابع يشارف على الانتهاء وسكان مدينة حيس تحت رحمة القصف الحوثي بينما قيادة التحالف المتواجدة هناك ترفض اعطاء الامر بالتقدم اكثر رغم توفر القوة الكافية يقول عسكريون التحيطة هي الاخرى تحرر مركزها في السابع من يوليو الماضي بينما اهم اكبر قرها المحيطة بها لا تزال تحت سلطة الميليشيا ما جعلها في حكم المحاصرة ونتعرض من حين لاخر لقصف الميليشيا وفي مركز المحافظة يدفع المدنيون الثمن باهذا لقرار ايقاف العمليات العسكرية مطلع يوليو المنصرم ما دفع الميليشيا الى التمترس والتغلغل بشكل تسبب في نزح اكثر من 150 الف نسمة بحسب تقارير غير رسمية كل هذه المعطيات في الميدان تؤكد ان ما من طرف يبالي بحياة المدنيين في الحديدة فلا النازحون وجدوا الايواء المنشود ولا المحاصرون وصلتهم الاغاثة الكافية لسد احتياجاتهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة